يبدأ فيلم النهاردة بقصة أسطورية بين اتنين إخوات نمسيس وساماريتان التوأم طبعا معركة بين الخير والشر نمسيس كان متجه للدمار والخراب وسالك طريق الشر بكل اتجاهاته أما ساماريتان كان البطل الطيب اللي كل الناس بتحبه بسبب الخير اللي بيعمله ويوقفوا دايما قصاد الشر اللي هو أخوه يعني والاتنين كان عندهم قوة خارقة بس زيادة شوية وبسبب كده كانوا بيأزوا أكتر الناس اللي حواليهم وطبعا الناس ما كانش عجبها الكلام ده علشان كده خلوهم مرة نايمين وقاموا مولعين في البيت باللي فيه بس يا شاء ربنا إنهم يطلعوا كويسين وما يحصل لهمش أي حاجة وبعد لما كبروا ابتدوا يبقوا ضد بعض وابتدت الحرب بينهم هما الاتنين اللي هي الخير والشر لحد ما في يوم قرر نمسيس إنه يحرق محطة الكهرباء علشان يجذب أخوه يقتله وفعلا خطته بتنجح وبيوصل ساماريتان وبيدخله في معركة قوية هما الاتنين مات فيها نمسيس اللي هو الشرير وساماريتان اختفى وما حدش يعرف عنه أي حاجة وبينروح بقى بعد كم سنة كده وبيبقى معنا الطفل سام وبيبقى عايش مع مامته في بيت لوحدهم بعد موت أبوه وفي يوم مامته بتدخله القوضة وبتقول له ينزل يرمي الزبالة ولما بينزل بيتفاجئ بجارهم الغريب اللي اسمه جون نازل هو كمان فبيستخبى سام وبيلاحظ إنه على طول بيلم الخردة من الزبالة بس تاني يوم بيكتشف إنه شغال في شركة مضافه أصل وبعدها بيروح سام من المدرسة بس بيتفاجئ إن صاحب البيت كاتب لهم ورقة بيكرشهم فيها علشان بقى لهم فترة ما دفعوش الإيجار فبينزل تحت في الشارع وبيستنى مامته لحد ما تيجي من الشغل وبيقعد يسلي نفسه وبيرسم ساماريتان اللي بيبقى أخده كدوته وبيجيله بعدها صاحبه جيسي وبيحكيله سام على اللي حصل فبيقوله جيسي إن عنده طريقة يقدروا يجمعوا بيها فلوس كتيرة جدا في وقت قليل وبكده هيقدر يرجع البيت من تاني وبيروحوا يجمعوا الأسلاك من البيوت القديمة ويودوها مستودع بيشتري الأسلاك دي وبيبقى صاحب المستودع ده زعيم عصابة اسمه سيروس بس بيبعت رجالتهم اللي اشتروا الأسلاك دي منهم بس بيبقى سام متدايق علشان الفلوس قليلة على الكمية اللي جابوها فبيقوله واحد من العصابة إن في عملية تانية ممكن تقوم بيها وهتاخد فلوس كتيرة جدا والعملية دي سهلة جدا ومش هتاخد منك أي مجهود وبتبقى العملية إنه يلهي صاحب المحل ده لحد ما باقي أفراد العصابة يدخلوا وياخدوا شوية حاجات ويطلعوا بسرعة وفعلا بيدخل يلهي صاحب المحل وباقي أفراد العصابة بيدخلوا يسرقوا اللي هم عاوزينه وبيمشوا بسرعة قبل ما صاحب المحل يمسكهم وبيروحوا بعدها للمقار بتاعهم وبيروح معهم سام علشان ياخد الفلوس اللي وعدوا بيها بس بيتفاجئوا إنهم سرقوا كاراتين غير اللي كانوا عاوزين يسرقوها وبعدها بيرموا اللهم على سام وبيضربوه وبيقولوله إنه هو اللي سرق الكاراتين الغلط علشان الزعيم بتاعهم ما يعاقبهمش وبرغم إن عددهم كبير إلا إنه كان مش خايف منهم وبيدفع عن نفسه بكل شجاعة لحد ما بيدخل زعيم العصابة وبيعاقب رجالته لأنه بيبعارف كل اللي حصل من الأول وبيلاقي كمان الكتاب اللي بيرسم فيه سام وعرف إنه بيحب ساميريتا جدا وبيقعد يتكلم معاه وبيعرفه إنه متين بنمسيس لدرجة إنه رسمه على جسمه وبيروح لسام وبيقوله إنه معجب بيه وبشجاعته وبيديله مبلغ أكبر من اللي كان هياخده منهم وبيقوله كمان إنه كده بقى واحد من رجالته خلاص وبياخد الفلوس وبيروح يديها لمامته اللي كانت واقفة تتعارك مع صاحب البيت فبتتفح أمه لصاحب البيت بسرعة وبيرجعوا لبيتهم من تاني وبيبقى سيروس ورجالته متجمعين وبيبقى معهم كنابل وشكلهم كده بيبقوا نوين على حاجة بس هنقرفها كمان شوية وتاني يوم بيبقى سام ماشي في الشارع بس بيشوف رجالة سيروس وبيقرروا إنهم يدولوا علقة موت علشان يحترمهم بعد كده وبيطلعوا يجروا غراه وبيقدروا يمسكوه وبيفضلوا يضربوا فيه علقة موت لحد ما بيوصل جون في الوقت المناسب وبيضربهم بكل قوة لدرجة إنه كان بيطيرهم في الهواء وبياخد بعديها سام وبيمشي بس بيجي ريزة من وراه بيهجم على جون بالسكينة بس جون طبعا كان قوي جدا لدرجة إنه تاني السكينة بإيده ودرب ريزة وبيسيبهم وبيمشي وطبعا سام كان مصدوم جدا من القوة الكبيرة اللي عند الراجل العجوز ده وشك فيه وفكروا إنه هو البطل ساميريتان اللي عايش متخفي وسط المدينة وبيطلع سام البيت بتاعه بسرعة وبيستخدم المنزار وبيبص على جون من الشباك بتاعه وبيتفاجئ إن ظاهره مليان حروق كتيرة جدا وبكده بيتأكد سام إن ده ساميريتان والحروق اللي في ظاهره دي من الحرقة اللي حصلت في محطة الكهرباء ولما بيجي الليل بياخد سيروس رجالته وبيبقوا رايحين لمركز الشرطة وأول ما بيوصلوا بيرموا كنبلة للحارس وبيتبخر الحارس من قوة كنبلة وبعدها بيدخلوا المغزن الأحراز وسيروس مش بيهموا الفلوس ولا المخدرات اللي بيشوفها وبيبقوا بيدور على حاجة معينة لحد ما بيلاقي اللي بيدور عليه وبيكون القناع بتاع نمسيس والمطرقة اللي كانت بتديله الكوة الخارقة وفي نفس الوقت بيكون جون حاسس إن فيه حاجة غريبة بتحصل بعدها بنروح لسام اللي بيروح لصحفي بيكون مجنون بساميريتان لدرجة إنه مقلف كتاب عنه وعن حياته وبيتكلم سام معاه وبيقوله إن شاكك إن عامل النظافة اللي بيقابله هو ساميريتان بس الصحفي طبعا مش بيصدقه لإنه بيكون تالت مرة بيقوله إن عرف مين هو ساميريتان فبيخرج سام السكينة اللي جون تناها بإيده بس طبعا الصحفي مش بيقتنع وبيقوله برضو على الحروق اللي شافها في جسمه بس برضو بيقوله عادي ممكن يكون اتحرق من أي حاجة وبيقوله يجيب له دليل قوي شوية وأنا هصدقك وبيجي تاني يوم وبيكون سام بيرائب جون كالعادة وبيبقى مستنين ينزل من بيته وبيتسلل لبيته وبيبدأ يدور على أي حاجة تثبت إنه ساميريتان لعد ما بيوصل لملف فيه كل المعلومات عن ساميريتان وتفاصيل عن كل معارك ساميريتان نفيش أي حد يعرفها وكمان بيبقى فيه أخبار عن الحادثة اللي حصلت زمان وبياخد الملف وبيروح بس لما جون بيروح بيتأكد إن فيه حد دخل البيت وسرق الملف بتاعه فبيروح على طول على بيت سام وبدون أي مقدمات بيقول ل والدته إن ابنك سرق من عندي ملف مهم من البيت وعلى طول بيدخل سام بيديله الملف وبتترجى والدته إنه ما يبلغش الشرطة وبيقول لها مفيش مشكلة بس خلي بالك من ابنك بعد كده وبيرجع يقوله أنت محظوظ إن عندك أم زي دي وتاني يوم بيقابل سام جون وبيقوله إن عارف إن أنت ساميريتان بأمارة الملف اللي قيتهم بارح فبينكر جون كل اللي بيقوله وبيقوله أنا بس معجب بساميريتان زي كده والحاجات دي بجمح من زمان جدا من مناطق كتيرة وبيسيبه وبيمشي بس بتيجي عربية العصابة اللي ضربهم قبل كده وبيغبطوه خبطة جمدة جدا بالعربية وبيجري عليه سام وبيعاية لإنه بيفكر وخلاص مات لإن الطبيعي إن أي حد عادي أو في سن الرجل ده خبطة زي دي تقضي عليه في وقتها لكنه بيتفاجئ إنه لسه ما ماتش وبيبدأ يصلح الكسور اللي في جسمه وبيرجع زي الأول واحسن وبيفرح سام جدا لإنه بيتأكد إن ده ساميريتان اللي ما ماتش فعلا في الحريق وبياخد جون على بيته وبيقوله إنه ما يقولش لأي حد على السر ده وبيعايده سام إنه مش هيقول لحد بس بيلاحظ إن بيكون مسلجات بكميات كبيرة جدا فبيسأله سام عن السبب فبيقوله إن بعد ما بيصلح جسمه درجة حرارته بيزيد جدا وإنه لازم يبرد جسمه بأي وسيلة علشان ما يموتش وبيسأله بعديها عن أخون يمسيس وإنه إزاي هو اللي نجا من الحريق وأخوه توفى رغم إنه هما الاتنين عندهم نفس القوة الخارقة فبيتوه جون عن السؤال ومش بيرد عليه بننتقل بعدها لسيروس اللي بيبقى في منطقة مشهورة في المدينة بس سكانها ناس فقرة وبيرمي كنبيل علشان يجمع الناس وبيلبس القناع بتاع نمسيس وبياخد المطرقة بتاعته وبينزل يخطب فيهم وبيدع إنه هو نمسيس وبيتكلم عن فساد الحكومة اللي بسببها بقيته فقرة ومتشردين ولازم تعملوا ثورة وتقدوا على النظام الفاشل وكل اللي موجودين بيأيدوه بيتبعوا كلامه وكمان بيبدأوا يلبسوا أقنع شبه القناع بتاعه وبيؤمرهم ينتشروا في المدينة وينشروا الفوضى في كل مكان وفعلا بيبدأوا ينتشروا في المدينة وبيدمروا كل حاجة ولما بيجي تاني يوم بيبقى سام بيرائب جون كالعادة بس بيقفشوا جون المرة دي وبياخدوا معاه وبيبدأوا يتكلموا وبنلحظ إنه علاقتهم بدأت تتطور وابتدى جون يتقبل اللي بيعملوا سام وبعد اليوم ما بيخلص بيروح كل واحد على بيته وتاني يوم بيبقى سام مستني جون وبيطلب منه أول ما بينزل إنه يعلمه الكتال علشان يقدر يدفع عن نفسه وبياخدوا جون وبيبدأ يمرنوا أساسيات الكتال وإزاي يوجه لكم قوية والكلام ده كله لكن سام أثناء التمرين بيسخن شوية وبيضرب جون ضربة قوية جدا بس طبعا إيده بتوجعه جامد لإن جسم جون بيبقى زي الحديد فبياخدوا جون لبيته علشان يعالجه وبيتكلمه شوية وبيسأله سام مرة تانية عن نمسيس بس المرة دي بيتعصب جون عليه وبيطرده برا البيت فبيمشي سام وهو حزين جدا وأثناء ما هو ماشي في الشارع بيقابله سايروس ورجالته فبيعرض عليه سايروس عملية جديدة فيها مبلغ كبير جدا فبيوافق سام وبيركب معاه ولما بيوصلوا المقر بتاعهم بيدي سام صفارة وبيقوله إن بس هيقف رأي بالمكان وأول لما يشوف الشرطة يصفر بس لكن طبعا الفضول اللي عند سام خلاه خش يتجسس عليه وبيلاقي سايروس قابد على زابط شرطة وبيعذبه وإنه كمان ناوي يدمر محطة الكهرباء اللي في المدينة وبعديها بيقتل الزابط بس لما سام بيشوف كده بيهرب بسرعة من المكان وأثناء ما هو ماشي بيلاقي رجالة سايروس وبيضربه صاحبه جيسي فبيتشجع جدا وبيدخل زقهم ويدافع عن جيسي لكنهم بيتمكنوا منه وبيمسكوه وبيضربوه لحد ما بيفقد الوعي وبياخدوه في عربية زي بتاعة السوبر ماركت وبيودوه عند بيته بس بيتصدموا جدا لما بيشوفوا جون وبيتفاجئوا انه لسه عايش بعد مدسوب العربية وبيطلعوا يجروا وبيروحوا على طول لسايروس وبيحكولوا عن اللي حصل وان في راجل عجوز خبطوا بالعربية خبطة كبيرة جدا واتفاجئوا دلوقت انهم شفوه وكان سليم ومفهوش اي حاجة فبيستغرب سايروس من كلامهم وبيقول لهم انه لازم يشوف الراجل ده وبيؤمرهم انهم يجبوهوله وفي نفس الوقت بيكون جون ودى سام المستشفى والطمن عليه بعد ما فاء ولما بينزل وبيمشي بيتفاجئ برجالة سايروس محاصرينه وبيؤمرون ان يجي قابل الزعيم بتاعهم علشان عاوزوا بس جون مش بيوافق وبيقول لهم انهم يمشوا علشان ما يحصلش مشاكل بس بيبدأوا يستهزئوا بيه فبيبدأ يضربهم واحد وراء الثاني وبيديهم عالقة مون وبيجي واحد يضرب عليه بالمسدس بس طبعا مش بيتأثر وبيمسك واحد منهم وبيطيروا مسافة كبيرة جدا وبيغبط في العربية وبيكسرها فبتقف الناس وبتنزل تصور اللي بيحصل وبتيجي طفلة شافت كل اللي حصل وبتعلي صوتها وبتقوله ان بطل خارج وانه ضرب ناس كتيرة جدا ولسه بيتكلم معاها بيجي واحد من العصابة بيرمي عليهم كنبلة فبياخد البنت وبينط من فوق العربية وبيقلبها بيد واحدة وبيقدر ينقذ الطفلة وبتكون الناس وقفة وشايفة كل اللي بيحصل وبيصوروه كمان واول ما بتوصل الشرطة بيهرب جون من المكان فورا وبيرجع لبيته بسرعة وبيلم حكته علشان يسيب المدينة ويمشي بس بيجيله سامو بيقوله ان سامع سيروس وهو بيقول انه هيدمر المحطة بتاعت الكهرباء اللي في المدينة فبيقول لجون انه يروح يبلغ الشرطة علشان هو ملوش دعوة بالكلام ده وانه لازم يسيب المدينة ويمشي فبيتخانق معه سامو بيقوله انه شخص جبان وبيسيبه ويمشي في نفس الوقت بيروح واحد من رجالة سيروس لجون اللي لسه ضربهم وبيقوله ان ساميريتان لسه عايش وانه هو اللي ضربهم وبيحكيله عن اللي حصل فبيكرر سيروس يقدي على جون باستخدام المطرقة بتاعت نمسيس وبياخد رجالته المطرقة وبيروح على بيت جون بس اول لما بيدخله ومش بيلاقوا حد في البيت بس بيشوفوا هو في البيت سام ووالدته وبيكونوا قلقانين جدا من اللي بيحصل فبيتأكد ان اليوم علاقة بجون فبيكرر يخطف سام علشان يستخدمه كطعم علشان جون يجي ينقذه وفي نفس الوقت بيكون جون في المحطة علشان يسافر ويسيب البلد بس الساعة بتاعت سام اللي كان عطيهوله بتعمل صوت فبيكرر انه يرجع له بس اول ما بيرجع لبيته بيتفاجئ ان بيت سام متبهدل جدا وبيلاقي امه وقع على الارض وتعبانة جدا فبيعرف منها ان سيروس هو اللي عمل كده فبيكرر يروح ينقذ سام وفعلا اول ما بيوصل للمكان اللي فيه سيروس ورجالته بيبدأ يهجم عليهم بدون اي رحمة وبيخلص عليهم واحد ورد تاني لحد ما بيطلع له سيروس ومعه سام وبيهدده بالقاتل فبيستسلم جون وبيقوله يمشي سام وبعد كده يعمل فيه اللي هو عاوزه بس بيرفد سيروس طبعا وبيقوله ان لازم يبقى سام موجود علشان يشوف كل اللي هيحصل وبيبدأ يضرب جون بالمطرقة ضرباته قوية جدا ومع كل ضربة سيروس بيضربه له بيفتكر جون كل اللي حصل زمانه بيستعيد ذكرياته وهنا بنتفاجئ لما بنعرف ان زمان لما كان ساميريتان بيواجه نمسيس في محطة الكهرباء ساميريتان كان خلاص هيقتل نمسيس لكن علشان كان هو الطيب رجع في كلامه وسابه ومشى وبسبب النار اللي كانت مالية المكان الارض كانت ضعيفة جدا وبتقع بساميريتان وبيروح نمسيس علشان يساعده لكنه مش بيلحقه وبيقع ساميريتان في النار وبيموت عايش اللي هو مسمي نفسه جون بس طبعا اتغير من ساعة اللي حصل لاخوه وبقى شخص كويس وطيب وبقى عايش في حاله وبنرجع لجون وسيروس وبتلاقي جون اتعصب جدا وبيحصل انفجار بيتطير كل اللي موجودين بس طبعا جون مش بيتحرك بمكانه وبيبقى مع المطرقة بتاعته وبيبدأ يهجم على رجالة سيروس مرة تانية وبيقضي عليهم كلهم بس سيروس بيكون قدر يجري وبياخد سام وبيطلع بيه في مكان عالي وبيربطه اما جون بقى بيكون مسك الرجالة كلها وعمال يخلص على واحد ورد تاني بكل قوة وشجاعة لحد ما بيخلص عليهم كلهم وبعدها بيطلع فوق السطح علشان ينقص سام وبيلاقي السطح كل مولع بس مش بيلاقي غير سام وبييجي سيروس يهجم عليه من ظهره بس بيقدر يضرابه ويمسكه وبيحدفه في النار من فوق السطح وبعد المعركة ما بتخلص بيبدأ جسم جون يشفي نفسه بس طبعا في الوقت ده درجة حرارته بترتفع جدا وبيبقى خلاص هيموت ومش بيبقى في حاجة يستخدمها علشان ينزل درجة حرارة جسمه بس في اخر لحظة بيقدر جون انه يكسر مسورة المية وبيبرد جسم جون وبيقدر ينقص حياته بس المكان بيبقى خلاص هيتدمر بحاله فبياخد جون سام وبينط به من فوق المبنى المبنى تاني بعيد وبينقص جون سام وبيتكلم بعديها جون مع سام وبيعترف له ان المسيس مش سامريتان وبيحكي له عن كل حاجة حصلت بينه بين اخوف المعركة اللي كانت في محطة الكهرباء وبيعرفوا انه هو اللي كان الشرير بس هو دلوقتي تغير للأحسن وبيعرفوا انه كل انسان جوال خير والشر وفي ايده يختار يبقى انهي فيه وبيودعوا جون وبيمشي علشان بتكون الشرطة والصحافة وصلت للمكان ولما بينزل سام بتسأله الصحافة عن الشخص اللي انقذه فبيقول لهم انه سامريتان هو اللي انقذه وده علشان يدي امل لسكان المدينة ان سامريتان لسه عايش وبيعرفوا من الخير وهو اللي بينتصر في النهاية وبيكون جون واقف وبيشوف سام وهو بيتكلم مع الصحافة وبياخد بعضه بيمشي علشان يشوف مكان تاني يعيش فيه بعيد عن المشاكل وبيخلص الفيلم على كده يا ريت بقى لو عجبك الفيلم تعملوا لايك وكومنت جميل زيكم وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا ولو عاوزين افلام معايير مخصة اكتبونا في الكومنتات اشوفكم الفيلم الجاي سلام